السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا طبعا النحل كلها على بعضها مادة شيقة جدا ومادة مكملة لبعض ومادة عشان تشتغل في النحل لازم تكون عارف منهج تانية ومنهج تالتة لاتنين مع بعض لازم عشان تكون نحال من نحالين الجيدين اللي هو انت تفيد نفسك وتفيد بلدك وتعمل مشروع هيدر عليك عائد كويس ان شاء الله احنا في الاول خالص لازم افكركم باللي احنا درسناه قبل كده احنا درسنا قبل كده عرفنا ان النحل بيتكون طبعا من ثلاث افراد من طائفة نحل العسل بيتكون من ثلاث افراد مالكة وشغالة وذكور المالكات طبعا المالكة عرفنا وظيفها ايه عرفنا بتتغذى على ايه الشغالات عرفنا وظيفها ايه واعمالها ايه اعمال داخلية واعمال خارجية طبعا كل الكلام ده ده مقدمة ليك انت عشان درسينا النهاردة عرفت برضو قبل كده ان الشغلات اول ما بتطلع اليرقات بتاعت الشغالة من البيضة بعد ثلاثة ايام البيضة بتاخد لها ثلاثة ايام طبعا زي ما قلنا او زي ما عرفنا قبل كده وبعد كده بتفقس بيطلع منها يارقة اليرقات دي بتغزة مين اللي بيغزيها اللي بيغزيها النحل اللي هو حاضن داخل الخلية بيغزيها اول ثلاثة ايام اللي هي اليرقات كل اليرقات بتغزة على جهزة ملكات بتغزة على جهزة ملكات بعد كده يرقات الشغلات ويرقات الزكور بتغزة على حاجة قلناها قبل كده اللي هي خبز النحل وقلنا ايه هي ايه هو خبز النحل بالضبط وايه خبز النحل بالنسبة فايدته بالنسبة داخل الخلية وفايدته بالنسبة للإنسان كفايدة علاجية كمان وقلنا إزاي النحل بيعمل خبز النحل ده كمان طيب إحنا موضوعنا النهاردة أن جمع العلماء أول ما لقوا أن حجم الشغالة زي ما قلت لك قبل كده حوالي 40 ميلي جرام لقوا أن حجم الملكة أكتر من ضعف حجم الشغالة لقوا أن الشغالة نفسها طولها لو كان مثلا 15 ميلي متر الملكة طولها حوالي 20 ميلي متر طيب لقوا أن الملكة وهي جاية تنتج البيض بتاعها أو تضع البيض بتضع بيض في اليوم الواحد بس أكتر من وزنها يعني إحنا قلت لك برضو بتضع من ألف إلى ألف وخمسمائة بيضة في اليوم يبقى أكتر من وزنها نفسه فجمع العلماء طبعا احتاروا ليه الوضع كده وليه الملكة حجمها كبير بالطريقة دي ولقوا أن الملكة بتعيش من 5 ل 6 سنين أما الشغالة بتعيش حوالي 45 يوم في موسم النشاط فطبعا ده كان آآ محل تساؤلات كبيرة جدا فأول ما بيشوفه زي أنت بصدابت لما بتلاقي آآ ولد آآ صحته كويسة وولد هزيل طبعا أنت بتشوف أول حاجة تقول على طول إيه بتقول التغذية طرى ده بيتغزى وده ما بيتغزاش أو ده بيتغزى غزاء صحي كويس مظبوط وده بيتغزى غزاء غير صحي أو غزاء قليل القيمة الغزائية شوية فهم أول ما شافوا أول ما حابوا يبحثوا لقوا قالوا أن احنا نشوف الغزاء بتاع الملكة والغزاء بتاع الشغالة فلاقوا أن الشغالة بتتغزى بس أول ثلاثة أيام في عمرها اليارقي زي ما قلت لك على غزاء ملكات الملكة بتتغزى طول عمرها على غزاء ملكات قالوا بس يبقى كده السبب يبقى سبب أن الملكة بتعيش مدة كبيرة بتعيش من خمسة ست سنين حجمها كبير وزنها كبير استخدامها استخدامتها كبيرة جدا يعني بتطلع بيد بكمية كبيرة فلاقوا قالوا أن ده الغزاء يبقى ده غزاء الملكات وهو ده كان هو ده موضوعنا النهاردة اللي هو انتاج غزاء الملكات مين اللي بينتج غزاء الملكات في الطائفة؟ اللي بينتج غزاء الملكات في الطائفة هم الشغالات الشغالات اللي هم عمرهم من خمسة لخمستاشر يوم يبقى من خمسة لخمستاشر يوم بينتجوا غزاء ملكات طيب بنيجي بعد كده تبص تلاقي أن غزاء الملكات ده عبارة عن إيه؟ هنبص هنا قدامك غزى الملكات سائل لبني كسيف يميل للون الابيض بيكون طعم لازع طعم حمضي سكري قليلا بيكون غني بالبروتينات طبعا الغزى الملكات بالنسبة للنحل ليه فايدة كبيرة جدا زي ما قلتلك وبالنسبة للانسان طبعا احنا كل الكل اللي هي منتجات النحل احنا بنقسها وبنسخرها للانسان نفسه طب ليه فايدة بالنسبة للانسان ليه فايدة كبيرة جدا بالنسبة للانسان طبعا الشغلات اللي هي بتفرزه من عمر ستة الى اتناشر يوم بتفرزه من غدتين بتفرزه من غدت تحت البلعومية ومن الغدت الفكية اللي موجودة في منطقة الرأس يبقى ده إنتاج غزة الملكات طيب فيه فرق بين الغدد اللي هي تحت البلعومية اللي بتطلع غزة ملكات والمكمل ليها برضو الغدد الفكية بتطلع برضو بتكمله بعض ويتطلع غزة ملكات لأوا أن اليرقات الصغيرة بتتغذى غزة ملكات اللي هي بتاعة الملكة وبتاعة الزكور يرقات الملكات ويرقات الزكور بتتغذى غزة ملكات بيكون نسبة الإفراز بتاع غدد الفكية بيكون كبير جدا بما فيه من فيتامين هي اللي هو محسن للحالة أو محسن للحالة الجنسية بالنسبة للملكة وبالنسبة للذكور لأن احنا قلنا الأعضاء التناسلية بالنسبة للملكة مكتملة الأعضاء التناسلية بالنسبة للذكر مكتملة يبقى لقوا أن الغدد الفكية اللي هي بتنتج لي الغزة الملكات زائد الغدد تحت البلعومية طبعا طيب الغزة الملكات الكتير اللي هو بيأكله اللي بتتغذى عليه الملكة وتتغذى عليه الزكور بيكون ناتج كتير منه من الغدد الفكية طيب هنشوف بعد كده ده تشريح ليه التشريح ليه النحلة نفسها منطقة الرأس منطقة الصدر ومنطقة البطن هتبص تلاقي اني الغدد اللي هي في منطقة الرأس دي اللي هي موجودة الغدة الفكية والغدد التحت البلعومية هي المسؤولة عن انتاج غزة الملكات طيب التركيب الكماوي بقى بتاع غزة الملكات ايه ايه ده غزة الملكات قدامك اهو ولكن خلي بالك انه هو بيحفظ في عبوات قاطمة اللون عشان تبعدها عن اشعة الشمس وتبعدها عن الضوء المباشر وهقول لك كل الكلام ده في حلقتنا النهاردة ان شاء الله التركيب الكماوي بقى بتاع غزة الملكات ايه شوف بيتكون من ايه هزة الملكات بيتكون من ماء حوالي ستة وستين في المية من بروتين اتناشر واربعة وثلاثين في المية لبداية دهون من خمسة وستة واربعين من مية سكريات اتناشر وتسعة واربعين من مية الرماد اتنين وتمين في المية في مواد تانية غير معروفة بتكون اتنين واربعة وتمانين من مية طبعا مش هو ده كل حاجة لا ده بيحتوي برضو على فيتامينات كبيرة جدا فيتامين الف وفيتامين به واحد وبه اتنين وبه ستة وبه اتناشر وفيتامين جيم فيتامين سي يعني فيتامين دال فيتامين ه فيتامين كاف بص ده كله ده كله كل المواد دي وكل التركيبة دي بتطلع من جسم النحلة وبتطلع من الغدتين اللي قلتلك عليهم الغدد اللي تحت البلعومية والغدد الفكية وهي دي بتنتج كل الحاجات دي وبما فيها منفايدة كبيرة جدا بالنسبة للانسان وبالنسبة ان هو لعلاج بعض الامراض اللي هقولك عليها برضو في حلقتنا دي بيوجد فيها برضو حوالي عشرين نوع من الاحماد الامينية بيوجد فيها مواد معدنية هامة جدا زي الفسفور وزي الكابريت يبقى ده كله غزى الملكات طيب عشان تعرف ان فيه مصنع جوه جسم الشغالة على طول بينتج طيب بعد كده فوائده للانسان اول فايدة ليه تنظيم السكر في الدم بيعالج الانيميا لانه هو بيزود كرات الدم الحمراء بينظم ضغط الدم بيعمل على زيادة تمثيل الغذائي بيعالج العكم الغير وراسي بالنسبة ليه النساء وبالنسبة للرجال برضو بيعالج الرب والتهابات القصبة الهوائية بيعالج التهاب البرستاتة بيكون فاتح للشهية يبقى دي كلها فوايد بالنسبة للانسان وزي ما قلتلك ان ربنا زي ما صخر لنا كل الكائنات الحية عشان تخدم الانسان برضو لازم نعرف كل منتج موجود ده مصخر للانسان يبقى النحل ده لما بيعمل غذة ملكات بيفيد بي نفسه وبيفيد بي الانسان برضو طيب هنشوف بعد كده خواص الغذاء الملكي ده طعمه بيكون حمضي سكري قليلا بيزوب في الماء جزئيا بيكون سريع التلف سرع التلف وده بييجي من حاجات سرع التلف وده لو لو اتعرض لارتوبة عالية او اتعرض لدرجة حرارة عالية يبقى ده بيتلف بسرعة بتتغذى عليه اليراقات زي ما قلتلك في عمر تلات ايام هو اللي بيحدد نوع الانسة زي ما قلتلك برضو بيحدد نوع الانسة ازاي يعني لو اتغذى لو اليراقات اللي هي كانت انسة طلع وطبعا قلتلك انت بتعرف اليراقات من ياراقات Directory ان البيضة بتاعة الملقحة بيطلع منها اناث والبيضة الغير ملقحة يطلع منها زكور ف البيضة الملقحة دي لو طلع منها اليراقات او اليراقات لو اتغذت على تلات ايام بس غيزة مالكات وبقى ايامها على قبز الناح يبقى دي شغالة على طول اما لو اليراقات غذت على غيزة مالكات طول عمرها يبقى تعرف ان دي هتبقى ملكة وبتعرف ان هم بيهيئولها المسكن بتاعها ويعملولها البيت الملكي بتاعها عشان خاطر ان هي تطلع ملكة بيعملولها بيت الملكي زي ما قلت لك بيت الملكة بيكون زي حباية الفول السوداني طب كبيرة ليه بيت الملكي لان العيون السوداسية صغيرة والشغلة صغيرة اما الملكة لما قلت لك ان حجمها كبير ووزنها كبير يبقى لازم لها مكان كبير ان هي تنمو فيه اللي هو البيت الملكي ده اللي هو شكل حباية الفول السوداني بيوجد بكميات كبيرة جدا غزا الملكات في البيوت الملكية لان اول ما هم بيجوا بيعملوا اول ما الشغلات بيعملوا ملكات بيجوا بيضفق عليهم تتضفق عليهم على طول غزا الملكات وبيملى البيت الملكي وهو ده اساس انتاجنا للغزاء الملكي اللي هو موضوعنا النهاردة طيب العوامل بقى اللي بتؤثر على انتاج الغزاء الملكي ايه طبعا اول ما تكلمنا قلتلك ان الشغلات اللي هي عمر ستة لاثناشر يوم هما اللي بينتجوا غزا ملكي يبقى لازم وجود شغلات صغيرة السن موجودة في الطائفة بتاعتك اللي هتنتج منها غزا ملكات لازم بيكون موجودة كمية وفرة من العسل وحبوب اللقاح لان عندك العسل وحبوب اللقاح هما اللي النحل بيتغز عليهم داخل الخلية وبينتج لي غزاء الملكات من مكوناته طيب لازم الطائفة اللي انت هتربي فيه منها ملكات لازم تشعر باليتم لازم تشعر باليتم يعني ايه لازم تشعر ان الملكة بتاعتها مش موجودة يبقى معنى كده انه وانت بتربي ملكات انت بتجي تطلع غزاء ملكات هو بالزبط كده لو افتقرنا تربية درس تربية الملكات اللي هي طريق الدوليتل اللي هي طريق تربية الملكات بواسطة الكؤوس الشمعية او طريقة الكؤوس الشمعية لتربية الملكات انت بتحسس الطائفة ان هي يتيمة يعني بتجيب طائفة قوية وده كله هنعرفه برضو في حلقتنا دي اه بيجيب طائفة قوية والطائفة القوية دي انت بتحوش منها الملكة بتاعتها يبقى في كده اصبحت الطائفة يتيمة ان احلى حس ان هو ما فيهوش انه ما عندوش ملكة طب ان احلى حس ان هو ما عندوش ملكة من ايه حس انه ما عندوش ملكة لانه ما فيش بيد موجود منتج مفيش رائحة الملكة لاني قلتلك ان الملكة ليها وظيفتين انتاج البيض وانتاج رائحة الملكة او فرمون الملكة اه يبقى كده الطائفة حسة ان هي ايه حسة ان هي يتيمة حسة ان هي يتيمة يبقى انت بقى بطريقتك ان انت هتخليها تقبل البيوت الملكات اللي انت عاوزها تعملها وهتقبل اليراقات اللي انت بدخلها ومطعمها زي ما دا كله في طريق الدولتل اللي احنا قلناها الحلقات اللي فاتت طيب لازم برضو العوامل اللي بتؤثر على انتاج غزاء الملكات لازم بتوفر حرارة مناسبة في عش الحضنة يعني ارتفاع درجة الحرارة زي ما قلت لك بيسبب تدهور لغزاء الملكات لازم الرطوبة الجوية تكون منخفضة لان زيادة الرطوبة الجوية داخل الخلية اللي هي بتربي فيها غزاء الملكات اللي هي بتربي فيها ملكات اللي بتنتج لغزاء ملكات زيادة الرطوبة بتعمل على تقاصر جرسيم العفن تقاصر جرسيم العفن طيب طريقة انتاج غزاء الملكات بقى يبقى احنا قلنا مقدمة يبقى الكلام اللي هقوله على طول مش هنعيده تاني ولا هنشرحه لاننا قلت لك مقدمة وافية على تربية الملكات او على انتاج الغزاء الملكي يبقى أنا طريقة انتاج الغزان مالكي أول حاجة هعمل إيه برافو عليك أول حاجة هختار عدة طواقف قوية عدة طواقف قوية يعني إيه أنا قلت لك أن الطائفة القوية بيكون عدد الشغالات اللي فيها لا يكل عن 45 ألف شغالة 45 ألف شغالة بيكون في الطائفة القوية دي بيكون فيها أفراد صغيرة السن كتيرة طب هي النحلة بتقعد كام يوم في الطواقفة تشتغل بتقعد حوالي 20 يوم داخل الخلية تشتغل متقسم العمل بتاعها لمدة 20 يوم دول يعني من أول يوم لحد 3 أيام بتنظف العيون السيد السيد اللي بتطلع منها من 3 أيام ل 6 أيام بتعم بتدفي الحضنة عشان الحضنة تفقس اللي هي الجديدة من 6 أيام ل 12 يوم بتنتج بقى الغذاء الملكي هو ده موضوعنا النهاردة إنه لازم يكون موجود الطائفة دي طائفة قوية اللي انت هتربي فيها منها ملكات طائفة قوية زي ما قلت لك بيكون النحل آآ كتير والنحل الصغير في السن كتير في الطائفة لازم بتغذي بالعسل المخفف وحبوب اللقاح احنا قلنا التغذية مهمة جدا لعشان تنتج بيها غذاء الملكات طيب بعد كده هي بتغذي قدامك امداد الطائف بأقراص حضنة مكفولة على وشك الخروج يبقى لازم يكون فيه أقراص حضنة على وشك الخروج عشان الشغلات تعتني بيها وعشان الشغلات لأن الشغلات خلي بالك معلومة لازم تعرفها لو الشغلات ما أنت جيتش غذاء ملكات غذاء غداء بتاعت غذاء الملكات هتدمر غداء غذاء الملكات تدمر وإذا ضمرت غذاء الملكات يبقى مش هتنتج لك بعد كده غذاء ملكات أول ما بتدمر غداء غذاء الملكات بيتفتح الانتاجها للبيض وممكن الشغلات هي اللي تنتج بيض طيب تيجي بعد كده طب هي هي يدمر الغداء دي ليه تدمر غداء دي لأن هي مش مش قاة مش قادرة تنتج غذاء ملكات لأنها تنتج غذاء ملكات لمين هي بتنتج غذاء ملكات عشان تغذي بيه اليراقات اللي طلعها وعشان تغذي بيه الملكة مفيش ييراقات طلعه عندك في الطائفة ولا في ملكة موجودة في الطائفة يبقى مش هتنتج غزة ملكات يبقى هتضمر غدد بتاعة غزة الملكات وتبدأ بقى تحصل لك مشاكل في الطائفة المشاكل دي اولها ان ظهور امهات كاذبة طيب بتعمل بقى طريقة دولتل اللي هي بتاعة تربية الملكات ان انت زي ما قلتلك برضو فكرك بيها سريعا كده ان طريقة دولتل بتعتمد على ان انت بتعمل كقوس شمعية وبتحطها في السدبات السدبات دي بتساع السدابة الواحدة بتساع من 15 ل16 كأس شمعي بتطعم فيها ياركات ياركات بتكون حديثة السن بتكون عمرها من 18 ل24 ساعة يعني عمرها يوم واحد بس بتطعمها في الكقوس الشمعية دي وبتقدمها دي الفكرة بتاعتها بتقدمها المين بتقدمها للطائفة القوية اللي هي يتيمة اول ما بتقدمها للطائفة القوية اليتيمة بتنشط الغدد اللي هي بتاعة افراز الغزن ملكي وبتشوف ان دي الكقوس الشمعية دي هي البوادق بتاعة بيوت الملكات يبقى بتحس ان هي دلوقتي ما فيش ملكة عندها يبقى لازم تربي ملكة لازم تربي ملكة يبقى الياركات اللي موجودة عندها في الطائفة دي اللي انت تعمتها بواسط طريق البولة اللي انت تعمتها يبقى لازم ان هي تحط عليهاdog ملكات او تحط لها غزة ملكات عشان تتغذى الياركات دي وبتحط لها بكميات كبيرة جدا غزة ملكات طيب بعد كده بيحصل ايه بعد كده بيحصل ان انت بتاخد بتخرج البيوت الملكية النجحة دي اه البيوت الملكية اه كلها مليئة بغزة الملكات قدامك ودي الياركات في النص هي انت بتطلع البيوت الملكية دي وبتاخد اه بتقص الحوافي بتاعتها اللي هي عالية شوية وبعد كده بيتم اغز برضو بتخرج الياركات اللي هي موجودة وبتطلع غزة الملكات وبتعيد التطعيم مرة اخرى ادي قدامك هي دي واضحة شوية ادي ياركة وده غزة الملكات اللي في العيون اللي فيه الكقوس الشمعية بيتم شفط الغزة الملكات ده او بيتم اخراجه بوسطة اه معلقة خشب او معلقة بلاستيك طيب ده جمع الغزاء الملكي بيتم تقصير جدر البيوت زي ما قلتلك اه باستبعاد الياركات بتخرجها وبعد كده بتجمع الغزة الملكي بمعلقة خشبية بتجمعه في انبوبة زجاجية معقمة وبعد كده بتصفي غزة الملكي طيب ازاي بقى بتخزنه بتخزن الغزة الملكي انا قلتلك ان هو لازم يبقى في زجاجات معقمة قاطمة اللون واسعة الحل بتغطى بغطاء بلاستيكي بيخزن على درجة ناقص اربعة درجة مقوية يعني بيخزن في الفريزر لمدة شهرين او ازا خزنته لعدة سنوات بيبقى على درجة ناقص 18 درجة مقوية فيه طريقة تانية لتخزينه وهي ان انت بتخلطه بالعسل ان العسل ده بيعتبر لغزة الملكيات مادة حافظة يعني انت انا قلت ذلك ان غزة الملكات عشان تحفظه هتحطه درجة في فريزر اه في درجة حرارة ناقص اربعة درجة مقوية او ناقص 18 درجة مقوية لها يقعد سنين ولكن عاوز تخليه يقعد برضو كتير يبقى انت تخلطه بالعسل ومش لازم بقى ان انت تحطه في تلاجة العسل اللي هو مخلوط عليه غزة الملكات لان زي ما قلتلك العسل مادة حافظة لغزة الملكات سبحان الله يعني هو هو ده هي دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى ان انت بتحفظ غزة الملكات بطريقة ان انت تخلطه بالعسل وهقولك بعد كده ازاي في الصيدليات بيحفظوه لان غزة الملكات ده يعتبر لو رحت صيدلية عاوز مقويات بيقولك الريال جيل ريال جيل يعني غزة ملكات طيب ولكن انا بقولك الطبيعي بقى بتاعه ولكن بيحفظوه برضو في الصيدليات بطرق اول حاجة اللي هو مصل النحل ده اسمه في الصيدليات كده مصل النحل اللي هو دبلفير ده بيعملوا بايه بيعملوه ازاي بيدوبوا الغزاء الملكي في شراب العسل بيكون شراب العسل ده محتوي على تلاتاشر ونص في المية كحول الكحول بيدوب الاحماض والقواعد والدهون طيب اما المية بتدوب الاملاح والسكريات والبروتينات وبيكون الكده انت دوبت كل مكونات الغزاء الملكي في هذا السائل بيحفظ بعد كده في امبولات وبعد كده ممكن تقعد الامبولات دي محفوظة في الصيدلية لمدة عامين بيبقى نفس القيمة الغزائية القيمة الغزائية يبقى اللي هو خده خده او المواد الفعالة اللي موجودة في الغزاء الملكيات ودوبوها في الشراب العسل مع الكحول ده ودابت مع بعض بواسط ان الكحول دوب الاحماض والقواعد المية دوبت الاملاح والسكريات وبقى كله ممكن ان هو يحفظ عندك لمدة عامين او يحفظ فيه الصيدلية لمدة عامين في طريقة تاني لحفظ برضو الغزاء الملكيات في الصيدليات اللي هي التكفيف بالتبريد التكفيف بالتبريد اللي هي دي بنقولها عليها التكفيد يعني ايه يعني بيجيبوا غزاء الملكيات ده برضو بيدوبوه في مية وبعد كده بيوضع فيه جهاز التكفيد بين درجة حرارة ناقص اربعين درجة وناقص خمسين درجة مقوية لما بيتحط كده في جهاز التكفيد ده بيتبخر منه الماء وبيتفرغ الهوى في الضغط الجوي منخفض اذا اذا ضغط الجوي منخفض حوالي ستة وسبعين ضغط جوي ستة وسبعين لان اساسا الضغط الجوي الضغط الجوي اللي موجود بيكون عالي جدا فانت لازم تخفض الضغط الجوي الضغط اساسا بيصبح حوالي خمسين مايكرون لان هو الضغط الجوي العادي حوالي ستة وسبعين مليون مايكرون يبقى ده عشان كده بيتحفظ الغيزة المالكات وبعد كده بيجي بتصعق المايكروبات اللي موجودة فيه بوسط الطيار الكهروي الكهربي فبيحتوي الناتج على ايه؟ الناتج ده بيحتوي على حوالي خمسة من عشرة في المية من الماء احنا قلنا غيزة المالكات اساسا كان فيه نسبة ماء كام؟ كان فيه نسبة ماء ستة وستين في المية طيب اما دلوقتي اصبح خمسة من عشرة في المية نسبة ماء يبقى اصبح اللي عندك ده زي المسحوق كده ولكن فيه كل المواد الفعالة اللي موجودة فيه غزة المالكات بيزابفوا مية بيرجع مرة تاني اما بيستخدم عن طريق الحقن او عن طريق الشرب او الاخذ بالفم يعني يبقى دي طريقة من طرق حفظ غزة المالكات في الصيدليات اللي هي الطريقتين اللي قلتلك عليهم طيب ان الحالين بقى بيحفظوا غزة المالكات ازاي؟ بيحفظوا غزة المالكات زي ما قلتلك لما تتوفر تلاجة عندهم بيحفظ فيه عبوات دكنة بلاستيكية باحجام مختلفة بتبقى داخل الفريزر طيب لو ما توفرتش تلاجة زي ما قلتلك بيحفظ بايه؟ بيحفظ بحالة بيحفظ بخلطه بالعسل بالنسبة واحد الى واحد بحالة مركزة طيب لما تيجي بعد كده تقلطه على العسل بيبقى حوالي عشرة جرام غزة المالكات على كيلو عسل او من عشرة لتلاتين جرام على كيلو العسل يبقى ده عشان تاخد الفايدة بتاعة غزة المالكات والفايدة العلاجية اللي قلتلك عليها بالنسبة لغزة المالكات طيب هتكلم بعد كده على منتج تاني من منتجات النح وهو لما قلتلك عليه قبل كده في الصف الثاني قلتلك ان النح لو هو بيجيب من بره ايه يعني بيطلع من داخل الخلية منتجات بيفرز هو منتجات ايه المنتجات غزة المالكات الشمع بيفرز برضه صم النح واحنا درسنا كل الحاجات دي ولكن بيجيب من خارج الخلية ايه بيجيب من خارج الخلية حبوب اللقاح بيجيب رحيق الازهار اللي بيعملوا عسل بيجيب البروبوليس بيجيب الماء طبعا اتكلمنا احنا عن البروبوليس في الفصل الدراسي الاول وانتاجه ازاي وبيجيبه ازاي وبيخزنه ازاي وفايدته العلاجية ايه بالنسبة للانسان لان انا كل حاجة بصخرها او ربنا سبحانه وتعالى مصخرها لي من هذه الحشرة اللي هي بتطلعها مصخرها لي يبقى ليها فايدة للانسان يبقى انا بشوف فايدتها للانسان ايه طيب حبوب اللقاح دي فايدتها ايه بالنسبة للنحل والنحل بيجيب ازاي حبوب اللقاح وبيجيبها ازاي جوا الخلية وبيعمل بيها ايه حبوب اللقاح وليه اساسا بيدخل على حبوب اللقاح لان النحل زي ما قلتلك الغذاء بتاعه عشان يبقى متكامل بتكون من حاجتين مواد كرباهيدراتية اللي هو العسل ومواد بروتينية اللي هي حبوب اللقاح وبيدخلته مع بعض بطريقة معينة اللي هو لتكوين خبز النحل اللي بيأكله يعني هو بيروح بياخد بيتطفل على النبات وبياخد منه حبوب اللقاح لأ ده بيفيد النبات لانه هو بيروح بيجيب حبوب اللقاح من النباتات اللي هي التلقيح فيها خلطي التلقيح خلطي بوسط الحشرات وبينقل حبوب اللقاح من الزهرة المذكرة للزهرة المؤنسة يبقى بيزيد يبقى يتم التلقيح ويزيد انتاج المحصول الزراعي يبقى معنى كده ايه معنى كده ان هو دلوقتي النحل بيفيد نفسه بيفيد النبات بيفيد الانسان في فواية حبوب اللقاح اللي هيقولك عليها في خلال حلقتنا النهاردة برضو ان شاء الله طيب هو بيدخل على الموتك بتاع الزهرة وبيجيب منه حبوب اللقاح وبيخزنها بياخدها ازاي بياخدها على جسمه وبيخزنها فيه الارجل الخلفية لان ربنا سبحانه وتعالى خلى تحور الارجل الخلفية بالتاعة النحل تبقى سلت حبوب اللقاح سلت حبوب اللقاح يعني ايه يعني يشيل فيها حبوب اللقاح طيب حبوب اللقاح موجودة على جسم النحلة كلها اللي هي دخلة الزهرة بتيجي بالرجل الامامية وتاخد الحبوب اللقاح اللي هي على منطقة الرأس وبترجعها الورا الرجل الوسطى اللي هي زوج الارجل الوسطى بتاخد حبوب اللقاح على باقي الجسم وبيروحوا مخزنينها في في الرجل الخلفية في سلت حبوب اللقاح لحشرة نحل العسل لشغالة نحل العسل وبتاخد حبوب اللقاح وتروح على الخلية بتاعتها بتاخد حمولة الحمولة دي بتكون حوالي عشرة إلى عشرين ميلي جرام طبعا بتاخد وقت كبير جدا عشان خاطر تكون لك حبوب اللقاح وممكن انت تستخرج هيبقى دي نبزة مختصرة عن حبوب اللقاح وعن ليه النحل بيروح يجيب حبوب اللقاح يبقى ليه بيروح يجيب حبوب اللقاح عشان التغذية بتاعته بيفيد النبات او بيفيد النبات بيفيد الانسان او بيفيد الانسان طيب اه دي حبوب اللقاح شكلها يقدمك في الصورة دي حبوب اللقاح طيب ايه هي بقى حبوب اللقاح نتكل نقولها ايه تتعرفها حبوب اللقاح زي ما قلتلك من الشرح هو الجزء المنتقل من اعضاء التقاصر الزكريا في النباتات الراقية عشان يلقح البويضة داخل العضو المؤنس للزهرة نفسها طيب بتتركب حبوب اللقاح من ايه بتتركب حبوب اللقاح المية نسبة المية اللي فيها بتبقى 10 ل 12% في الحبوب الطازجة اما بالنسبة للحبوب المجففة بتبقى نسبة الماء فيها حوالي 4% بتحتوي على سكريات وبتحتوي على دهون بتحتوي على سكريات حوالي 35% دي كله مكونات حبوب اللقاح زي ما قلتلك طيب انا قلتلك ان هي بتتكون من سكريات 35% دهون 5% الفيتامينات بقى اللي فيها ايه حبوب اللقاح دي فيتامين به 1 به 2 به 3 به 5 به 6 به 7 به 8 به 9 به 12 دي كلها فيتامينات موجودة في حبوب اللقاح موجود فيتامينات فيها كمان موجود فيتامين سي موجود فيتامين دال موجود فيتامين هي موجود فيتامين الف موجود فيها بروتينات 25% موجود فيها احماض امينية يبقى ده كله من مكونات او 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 المواد اللي موجودة الفيتامينات اللي موجودة داخل حبوب اللقاح يبقى يا تارى كده بربك يعني يبقى مفيدة ولا مش مفيدة ده اكيد مفيدة للانسان وهقول لك فوائدها ايه بالنسبة للانسان فيها كمان آآ كالسيوم بالنسبة للمعادن فيها كالسيوم ايه ديات تركيبه هو قدامك فيها كالسيوم فيها ماغنيسيوم فيها كلور فيها بوتاسيوم حديد منجنيس سوديوم نحاس سيليكوم كابريت كل المركبات دي موجودة في هبوب اللقاح موجود فيها انزمات وخماير الانزمات والخماير دي بتدخل كعامل مساعد للعمليات الحيوية زي الأميليز والأمفيرتيز والفوسفاتيز دي كلها انزمات موجودة الانزمات دي زي ما احنا عارفين ان هي عوامل مساعدة للعمليات الحيوية احنا عرفنا كمان ان النحل بيحول رحيك الازهار لعاصر ازاي بوسط الانزمات دي يبقى كله مكتمل مع بعض يبقى حبوب اللقاح فيها كل الأنزمات دي برضو فيها عناصر تانية العناصر التانية دي زي مثلا زي مادة الروتين مادة الروتين دي بتمنع الارتشاح المائي بتمنع الارتشاح المائي في بين الخلايا جسم الإنسان أحيانا يحدث ارتشاح مائي فبتيجي مادة الروتين دي بتدخل بين الخلايا دي وتسد الفجوات اللي هو يحدث منها الارتشاح المائي داخل جسم الانسان يبقى شوف بقى فوايد حبوب اللقاح قد ايه بالنسبة للانسان طيب عشان تعد التواقف عشان تنتج حبوب اللقاح عشان تنتج حبوب اللقاح يبقى لازم تعمل ايه لازم ان انت بتحافظ على قوة الطائفة يبقى الطائفة القوية طائفة قوية بس خمسة واربعين الف شغالة مثلا احسن من ثلاث طائف كل طائفة خمساشر الف شغالة ليه لان الطائفة القوية دي هجيب لك هجيب لك منتجات وهتعمل شكل وهتبقى قوية طيب في حالة ساعة ما قلنا انتاج غزى الملكات قلت لكن الطائفة لازم تكون يتيمة ولكن في انتاج حبوب اللقاح الطائفة ما تبقاش يتيمة الطائفة تبقى فيها الملكة بتاعتها يبقى اول حاجة بتختار الطواقف القوية اللي هي هتنتج منها حبوب اللقاح تاني حاجة ان انت بتودي الخلايا بتاعتك بتنقلها للنباتات للمكان باللي فيه نباتات مزهرة وطبعا اغلب النحلين او كل النحلين عارفين الحبوب اللقاح كتيرة بتبقى موجودة في ايه يعني مثلا بتبقى موجودة كتيرة في الكسبرة بتبقى موجودة في كتيرة في الدرة بتبقى موجودة كتيرة في البرسيم يبقى دي كلها نباتات بيكون النباتات مزهرة دي بيكون ظهرتها غنية بحبوب اللقاح عباد الشمس برضو بيبقى فيه حبوب لقاح بالنسبة كبيرة يبقى انت عشان تنتج حبوب لقاح يبقى بتنقل النحل بتاعك او الخلاة بتاعتك اللي انت هتنتج منها حبوب لقاح بتنقلها لمكان النباتات المزهرة اللي انت هتجيب منها حبوب لقاح بعد كده وانت بتحط مصايد حبوب لقاح على باب الخلية المصيادة دي ما بتحطهاش مدة كبيرة عشان يعني مدة ما تزيدش عن اسبوع على باب الخلية ليه؟ انا اقولك فكرة المصيادة دي ايه؟ المصيادة دي بتعلق على باب الخلية وهو ريلك شكلها دلوقت بتعلق على باب الخلية اول ما بتعلق على باب الخلية في مكان للشغالة وهي داخلة من باب الخلية فبيدخل بيعد عالمصيادة فبي المكان ده بيكون ديق فرجل الرجل الخلفية بتاعت حبوب اللقاح اللي هي فيها سلة حبوب اللقاح بتيجي بتضرب في المسيضة او بتتمسح في المسيضة فبينزل منها حبوب اللقاح يبقى الخلية اللي هي دخلة ليها اللي انت حطيت عليها مسيضة دي يبقى كده في الغالب ما فيهاش حبوب اللقاح خالص ما فيهاش حبوب اللقاح يبقى انت لازم تحط بالك او تاخد بالك من موضوع زي ده ان انت الخلية اللي هي هتحط عليها مسيضة ما تكترش عليها المسيضة اكتر من اسبوع عشان خطر هينقص حبوب اللقاح داخل هذه الخلية طيب اه بتعد التواقف برضو لانتاج حبوب اللقاح ان انت لازم تكون في مساحة من الحضن المفتوحة كبيرة بالطائفة لازم بتغزي النحل بالمحلول السكري عشان تزود نشاطه احنا قلنا بتزود نشاط النحل يبقى انت في بداية الربيع مثلا بتديله تغزية تنشطية تغزية تنشطية بتنشط بيها بتكون خفيفة واحد الى واحد اه التغزية التنشطية دي بينشط لك الشغلات بيخليهم يخرجوا يجيبوا الرحيق الازهار من برة وحبوب اللقاح يبقى انت وانت جاي تنتج حبوب اللقاح يبقى لازم برضو تراعي ان انت تغزي بالمحلول السكري المخفف عشان تزود نشاط الشغلات درجة الحرارة الملأمة بتكون من اربعتاشر لاتنين وعشرين درجة المصائد حبوب اللقاح قدامك اهي دي اللي بتعلق على باب الخلية ادي قدامك اهي ودي حبوب اللقاح فيها اهي فبتدخل الشغالة فرجلها بتنزل منها حبوب من سلة حبوب اللقاح للرجل الخلفية بتنزل حبوب اللقاح في هذه المصيادة والدرجة تحت خالص اهو قدامك بيتجمع في حبوب اللقاح اي دي برضو اهو قدامك دي نوع من المصيادة البلاستيكية برضو دي مصيادة تاني اهي اوريك كل اشكال المصايد اللي هي ممكن هي تشوفها ممكن وانت جاي تنتج اه حبوب اللقاح طيب ادي الخلية قدامك اهي وبتعلق بيعلق على باب الخلية حبوب مصايد حبوب اللقاح طيب انت بعد كده طلعت حبوب اللقاح بعد ما طلعت حبوب اللقاح يبقى اصبح ان موجودة حبوب اللقاح في مصيادة حبوب اللقاح في الدرجة بتاع مصيادة حبوب اللقاح من تحت طيب هتعمل ايه? لازم بتتاخد حبوب اللقاح دي وبتجفف على درجة حرارة من خمسة وتلاتين لاربعين درجة مقوية من خمسة وتلاتين لاربعين درجة مقوية طيب بعد كده بتنقى لان ممكن يكون فيها شوائب بتنقى حبوب اللقاح اللي انت جففتها دي بعد كده فيه السحب والاستخراج. فيه بعد كده التخزين بيبقى على درجة اربعتاشر درجة مقوية. يبقى فحص وتنقية وحفظ حبوب اللقاح. بيجي لك في الامتحان بيقول لك قولي خطوات الفحص والتنقية. بتقول له التكفيف. ادرجة خمسة وتلاتين الاربعين درجة. التنقية السحب او الاستخراج. التخزين على درجة حرارة. اربعتاشر درجة مقوية. طيب. اي دي شكل حبوب اللقاح. هدي قدامك. هوريك اشكالها كلها. طيب. استخدامات الغذائية والطبية بقى. احنا قلنا اني حبوب اللقاح بما فيها من آآ فيتامينات. وبما فيها من آآ املاح معدنية. بما فيها من معادن. وفيها من دهون. يبقى لازم لها فايدة غذائية بالنسبة للانسان. بتفيد في ايه الحبوب اللقاح بتفيد الانسان بايه. اول حاجة بتكون فاتحة للشهية. تاني حاجة بتكون مقوية لجهاز المناعة. يبقى حبوب اللقاح دي مقوية جدا لجهاز المناعة. تالت حاجة بتعالج البرستاتا. بتعمل على سرعة نمو الاطفال. وهي اساسا مضادة حيوي كمان. بينشط عملية الابتصاص. والتحول الغذائي. آآ وبتكون كمان مقوية عام ومنبه. وبتوفر للجسم بعض العناصر المفقودة اللي هي فقدها الجسم. بيكون مضادة للسموم. حبوب اللقاح دي عندما الانسان بياخدها. بتفيد في حالة عدم التركيز الزهني. بتعالج الهزال عشان بتحتوي على احماض امينية. يبقى هي دي حبوب اللقاح اللي آآ درسينا النهاردة كان لي شقين اول شق وهو غزى الملكات. وقلنا فويده. وقلنا استعمالاته بالنسبة الانسان وبنسبة لي آآ علاجه بالنسبة لبعض الامراض. آآ قلنا حبوب اللقاح. وقلنا ازاي نستخرجها. وقلنا مكوناتها. وقلنا آآ برضو الفوائد الطبية بتاعتها. ولكن خلي بالك آآ بيمنع برضو اني اني طفل صغير تديله عشان ده بقى كلام. انت كراجل نحال كراجل نحال لازم تبقى عارف. هيجي واحد يسألك يقول لك انا عاوز غزى ملكات عندك. اه عندي غزى ملكات. طيب انا عشان ابني عنده سنة عاوز تديله غزى ملكات. او اقل من سنة عاوز تديله. تقول له لا اخلي بالك. ده الطفل اقل من سنة ما يقولش عسل. يبقى انت هتديله غزى ملكات كمان. لا. غزى الملكات ما بيتخدش اكتر. خلي بالك للانسان العادي. ما يتخدش اكتر من 10 الى 30 جرام على كيلو العسل. اما بالنسبة لحبوب اللقاح. بيتضاف غزى الملكات على حبوب اللقاح. وبيكون مفيد جدا. بكل الفيتامينات اللي احنا قلناها في دي. بتكون مفيد جدا بالنسبة للانسان. بتضيف على كيلو العسل من 10 الى 30 جرام غزى الملكات. وبتضيف اه حبوب اللقاح برضو على الكيلو. حوالي من عشرين لتلاتين جرام. من عشرين لتلاتين جرام. وبيخلط مع العسل مع بعض الاضافات التانية اللي انت كنت عاوز مسلا ته اه تدخلها تاني اه كمكوي عام وللعسل. وكعلاج بعض الامراض اللي احنا قلناها في حلقتنا النهاردة. طبعا يبقى النهاردة حلقتنا نستفيد منها اني النحل ده اه ربنا سبحانه وتعالى سخروا لينا عشان خاطر نستفيد من منتجاته وهو النحل اساسا لما بينتج المنتجات بتاعته بينتجه عشان هو يستفيد منها وعشان احنا برضو درسناها اه اني قلنا من 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 الصفات او من اه تربية نحل العسل انت بتربي نحل عسل من اه البحث والدراسة البحث والدراسة البحث والدراسة بحق بحس العلماء ودرسوا ولقوا ان منتجات نحل العسل كلها بتفيد الانسان بتفيد الانسان من ناحية الصحية ومن ناحية العلاجية اه زي ما شرحت لك النهاردة اني لازم قبل ما تربي قبل ما تنتج غزة الملكات لازم تكون عارف اساسا ازاي تربي الملكات يبقى مرتبط انتج غزة الملكات بتربية الملكات يبقى في المقام الاول مرتبط انتج غزة الملكات بتربية الملكات يبقى انت عشان تربي عشان تنتج غزة الملكات يبقى لازم تعرف تربية الملكات والنهاردة استخدمنا طريقة دولتل لتربية الملكات لانتاج غزة الملكات واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من حلقتنا دي النهاردة اه مش بس كطالب اه كمعلومة عامة لك انت لازم تكون عارفها في حياتك اه واتمنى التوفيق ليكو وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة